نحن نزلنا كرمال كل شيء تانيشين نحنا مش زعران نحنا تلميز جامعات مندفع 15 ألف دولار كل سنة لنتخرج ونهاجر لبرا نحنا مش زعران هون العالم الهلا عم بتكسير ما بيطلعوا ميت شخص نحنا كدنا بالألاف اليوم ما حدا يجرب انه يغير الصورة نحنا منزلنا ننخرب نحنا بدنا نحمي البيئة نحنا ما عم نحروق نحنا بدنا نحمي بس هيدا الناس موجوعة وما في كون تغيروا هيدا الصورة نحنا مش زعران نحنا مش زعران نحنا نزلنا كبار وصغار نحنا منبارح على الأرض نحنا جينا هلأ ثلاث ساعات عم نقطع بس تنجي نحكي هون لسبب واحد نسيت هي ما بيهمون الشاب يهمون يشوفوا الاعلام شو عم بيفرجة لصورة بارك رمال يضلوا هن بصورة منيحة بدي بس قول شغلة القوة الأمنية مبارح اوكي في عالم كتعم تعمل أعمال شغب حقون بس نحنا مبارح نحنا مبارح هجموا علينا نحنا نصرخ عليهم لأنهم انتوا عم تحمل وطن نحنا الوطن مش هيدور اللي قاعدين هن الوطن نحنا الوطن نحنا بنناكل قتل من كوالأمن ليش؟ ليش بدنا نتخفى ليش بدنا تجي الصحافة تهربنا ليش؟ شو كنا عم نعمل حتين دربكة عم نغنى شو كنا عم نعمل كوالأمن حقه في عالم عم تعمل أمن شغب بس مش نحنا نحنا مبارح زعران نحنا مش زعران نحنا جايين ندافع عن حالنا لأنه ما بقش شي ندافع على البلد ما بقش شي واليوم في وزير بيطلع بكل وقاحة بكل وقاحة بيقول مظاهرات مبارح ضده ومخص تياره سوري إذا تيفي العهد منه قادر ينزل ليتقبلوا الناس بالشارع في سوشال ميديا كلهم يعني كلهم ما في حدا اليوم كان مستثنى بالشارع ما حدا عن جد ما حدا ومش بس التيار اللي هو عم يدفع عنه كمانا كانت العلم تحكي عنه كمان شخصية معنا نحنا نرفض الألفاز البزيئة اللي كانت بالمظاهرة بس حتى رئيس التيار كانوا عم يطلوا العلم بالشارع ما حدا يجرب يقول انه هالمظاهرة منا ضده كلهم يعني كلهم طيار المستقبل حركة أمل حزب الله القوات العونية المرادة الاشتراكية كلهم يعني كلهم والكتائب كانوا بالسلطة من قبل سوري بس كلهم يعني كلهم وإذا نسيت شي حسب لأنه مش نذكره نسيته أكيد لأنه مني منتبها مش لأنه في حدا نستثنى شو اسمك غيضة غيضة فرحات شو عم تدرسي عملت مانجمن ومش عم تلاقي شغل لا أنا ترى ترى بالهجرة to be accepted وين كندا عم نخرج طلابنا تيهاجروا من بلدنا الأدمغة الحلوة مثلها عم نخرجها بفضل سياسيينها ترجمة نانسي قنقر